آخر سؤال للأسف مسألة صلاة القصر و شروطها بولانا هي بسرعة أولاً القصر رخصة من الله عز وجل بيكون في الصلاوات الرباعية الظهر والعص والعشاء طبعاً تقريباً المسافة الراجح والمعتمد 80 أو 85 كم في المرحلة الواحدة بتصلي الظهر ركعتين العص ركعتين العشاء ركعتين رخصة من الله عز وجل كانت زي ما يقولك إما تفرق المساكن دلت البلاد طلعاً سقط و أصبح النرض السوبر جد و الأطر و مش عارف إيه فمن أول البيت طالما عزمت على الصفر حتى المدة اختلف فيها الفقهاء و الراجح أنه ممكن تمتد الخمستاشر يوم بعض الفقهاء نعم لأنه رسول ظل في مكة سمانية عشر يوماً و قصر ممكن بعض الفقهاء قال لك فيها ثلاثة ياماً جسم ارتاح فهنا هنلاحظ إن فيه ساعة و ممكن مع القصر تجمع يعني بتصلي الظهر ركعتين و العصر بعد الظهر و بشرة بنسميه جمع تقديم ممكن تأخر الظهر لوقت العصر يبقى جمع تأخير المغرب ما فيهاش قصر بصلي المغرب تلاتة ركعتين و بعدها لعشة ركعتين أو تأخر المغرب لوقت العشة و يبقى جمع تأخير الصبح طبعاً ما فيهاش قصر ده رخصة من الله عز وجل ولا يشترط مفارقة المساكن من الممكن في البيت خاصة الظروف تغيرت و تبدلت و أصبحت تهارف أثناء الطريقة تكون فيها صعوبة و كذلك المسلمة يعني تصلي ببيتها مقدماً أسطر و أحوط و أكمل و أجمل لها و ألا تصلي فيه الطريق و فيه وسائل مواصلات كالطائرات و كالقطارات بتاع المحافظات خد لا يكون هناك الأمر الآخر أن مفيش صلاة وسائل مواصلات للفرض بالمناسبة لأ النفل ممكن إنما الفرض لا و هذه رخصة من الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائبه صدق رسول الله